ركام اتفاق ستوك هولم في الحديدة ينهار كل يوم بفعل خروقات الميليشيا الحوثية وعدم التزامها بأي اتفاق من أجل السلام وبهروب الأمم المتحدة من تسمية الطرف المعرق للاتفاق لم يتوقف قصف الميليشيا على منازل المواطنين واستهداف المدنيين ففي مديرية التحيطة دمر الحوثيون عددا من المنازل بقذائف الهاون والهاوزر ما تسبب بتهجير السكان وأوقع شهداء وجرح في صفوفهم يهجر السكان منازلهم في الحديدة هربا من قصف الميليشيا لتعترض طريقهم الألغام المخبأة في الطرقات والمزارع الطفلة كريمة أبكر بنت الحادية عشر ربيعا ضحية لغم خبأت الميليشيا لها قبل انسحابها من منطقة المسنى في الحديدة أثناء ذهابها لجلب الماء لأهلها وبدأت معاناتها بعد بتر قدمها اليسرى باستمرار يسقط المدنيون ومعظمهم من النساء والأطفال ضحايا الألغام التي تزرعها الميليشيا قبيل انسحابها من أي منطقة في مناطق الساحل الغربي منهم مصابون بإعاقات مزمنة تشوهات وأطراف مبتورة فخخت الميليشيا الانقلابية مناحي الحياة في مناطق الساحل الغربي حتى البحر الذي يعتبر مصدر دخل أبناء تلك المناطق من الصيادين زرعت فيه الموت والدمار بالألغام البحرية والتي تمثل خطرا على ممرات الملاحة الدولية تحصد تلك الألغام أرواح أبناء منطقة الغويرق التابعة للتحيتة وقواربهم الصغيرة وهم في عرض البحر يبحثون عن لقمة عيش لأهاليهم خروقات الميليشيا الانقلابية للهدنة المبنية على اتفاق السويد مستمرة غصف وحشي وألغام تحصد الأرواح في الحديدة ومجتمع دولي يهرب من تسمية الطرف الحوثي المعرقل بدعوة الطرفين لتقديم مزيد من التنازلات لبناء الثقة الرامية للسلام في اليمن